كرم اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الجهات الداعمة لمهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا للقدرة الذي نظمه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في الفترة من السابع عشر حتى التاسع عشر من فبراير للعام الفين واثنين وعشرين في قرية البحرين الدولية للقدرة وأعرب اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى الجهات الداعمة لمهرجان كأس جلالة الملك المفدى للقدرة مشيرا سموه إلى أن هذا الدعم يؤكد حرصهم على إبراز رياضة القدرة والمساهمة في تطويرها وارتقائها الدائم من جانبهم عرب مسؤول والجهات الداعمة لمهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن فخرهم واعتزازهم بدعم أغلى سباقات القدرة البحرينية مشيرين إلى أن هذا الدعم يجسد رؤية اسموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدعم القطاعين الشبابي والرياضي هذا وتسلم اسموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدية تذكارية من شركة البحرين السلكية واللاسلكية باتلكو قدمها معالي الشيخ عبدالله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة الشركة